أنا عايزكوا تشوفوا تقرير أنا أراه لن يوفي المرحلة حقها بس مهم إن احنا نتفرج عليه في عيد ميلاد جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر زعيم خالد حفر اسمه بأحرف من نور في التاريخ بفضل مواقفه الوطنية التاريخية الخالدة هو أحد أهم قادة ثورة يوليو عام 1952 ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الأفريقية وهو ثاني رؤساء الجمهورية كما أنه من مؤسس حركة دول عدم الانحياز ولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الخامس عشر من يناير من عام 1918 بالإسكندرية وتخرج في الكلية الحربية في يوليو عام 1938 ثم رقي إلى رتبة ملازم أول في عام 1949 شارك جمال عبد الناصر في حرب فلسطين في عام 1948 وعقب عودته عين مدرسا في كلية أركان حرب بعد أن اكتاز امتحانها وفي يوليو عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار والتي كان له فيها دور رئيسي حيث نجح الضباط الأحرار في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 في القيام بالثورة وسط دعم شعبي ثم أعلنت الجمهورية في عام 1953 واصل عبد الناصر نضاله الوطني وخدمته لمصر وفي السابع عشر من أبريل من عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية في الرابع والعشرين من يونيو عام 1956 للزعيم الراحل مواقف خالدة وقرارات جريئة وأفكار وطنية حيث تبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي مثل ملحمة وطنية سطرها المصريون ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وفي السادس والعشرين من يوليو عام 1956 أعلن قرارا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وبعد مسيرة وطنية حافلة رحل الزعيم جمال عبد الناصر عن عالمنا في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 وشيع جثمانه الملايين في جنازة مهيبة لرجل أفن عمره في خدمة الوطن آه جمال عبد الناصر أفنى عمره في خدمة الوطن جمال عبد الناصر لتولى مقاليل الحكم في البلاد وهو عنده 38 سنة جمال عبد الناصر اللي مات قبل ما يتم الستين انت ناصري يا يوسف إطلاقا إطلاقا خالص بس اللي أمله غير أنه أنا احترم الرجل شخصية وطنية بامتياز حبة مصر الدرجة مخيفة مخيفة يكاد يكون حب مصر أكتر محب بيته وولاده جمال عبد الناصر عشان كده كنت بقولك أنت المرحلة عبد الناصر برضو كان محظوظ فينها خالص أعداءه مين الأمريكان والإنجليز والغرب النهاردة أعداءك مين هتقعد تفكر هتقول يا ترى هو الجماعات المتشددة والمسلحة ولا الإخوان المسلمين بشكل خاص ولا هو المؤامرات اللي ممكن بتحجه وبعض من عواصم صنع القرار ضد هذا البلد لنفس ذات السبب إجهاض التجربة هو أنت متصور ليه ليه بجد والله العظيم أنه في حد عاوزك ترفع رأسك ليه يعني عشان هما ملايكة مثلا بجد أنت متصور أن العالم ملايكة لأ هو مش من دلوقتي ولا من السنة اللي فاتت هو طول الوقت العالم بيحيك المؤامرات ضد بعض البعض يعني هو الأخ الإسكندر المقدوني ابن الملك فيليب التاني موحد الجزر اليونانية جي مصر يعمل إيه جاي عاوزيش رب مما يتمنين مثلا كان حاب بيقضي كم يوم في السيوة لا هو جاي بناء على مؤامر أنا هحتل البلد دي وكان بيعمل توسع إمبراطوري ضخم جدا ده مثلا هو طول الوقت ده حاصل دول تنتظر ضعف دول أخرى أو تساعد على إضعافها أو تساعد على إسقاط أنظمتها فتبدأ تعمل إيه؟ تنهب من سرواتها ومن خيرها يعني الإمبراطورية الرومانية اللي جات لنا من إيطاليا في نهاية العصر البطلامي سقوط يوليوس قيصر من ناحية رجل تقتل ومات كليوباترا ضعيفة يروحوا جايين الناس في روما يحرك الأسطول هننتقم من كليوباترا وننتقم من مارك أنتونيو اللي عاوز ينتقم من قتلة يوليوس قيصر درس تاريخ بسيط كده فيحتلوا البلد ويحولوها إلى سلة القمح بتاعتهم عاوز ينهب وما لنت فاكره كان جاي ليه برضو جاي بيصيف عندنا مثلا فأنت متصور إن القوة في العالم لما بتبصوا على التجربة المصرية بترقع مليون زغروطة لا ومش عاجبه إن انت توقف على رجليك وأمل حياته إنه يضح ضحك ومش بس في الغرب وفي حتة تانية كتير وساعاته اللي تحسبه موسى يطلع في العود عادي ما يجراش حاجة يعني بس هي المسألة إنه فعلا جمال عبد النصر كان محظوظ عشان هم كانوا عادفين ساعتها العدو مين فتلاقي الخطابات واضحة بتاعت جمال عبد النصر يتحدث عن الغرب يتحدث عن الإمبريالية إلى آخره ده على سبيل المثال جمال عبد النصر محدش قال له هو أنت بتعمل السد العالي ليه لكن لو أنت بتكتشف حقول الغاز هيتقلك ليه وده غريب جدا جمال عبد النصر محدش قال له أنت بتضيع فلوس مصر على السد العالي لكن لما تعمل مصانع ومجمعات لتسييل الغاز ولا إنتاج هيدروجين أخضر ولا لما تعمل مجمعات صناعية ولا لما تحفر قناة سويس جديدة ولا 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 هيتقلك ليه أول ناس في الدنيا يشوفوا دولتهم بتعمل مشروعات عملاقة يردوا على الدولة يقولوا لها ليه ترجمة نانسي قنقر